طيب بنتكلم في المحاضرة دي عن الكمبيوتر بيجن أبليكيشنز انجنرال احنا الامج يعني الامج عندنا الكمبيوتر بيجن ساعات بكل امج والامج دي نوعين او ثلاثة بيبقى عندي اما الامج تبقى RGB او grayscale وممكن تبقى binary وطبعا ممكن يبقى عندي فيديو لانهو الفيديو دي عبارة عن sequence of images طيب فالكمبيوتر vision الامج بتاعي ممكن يبقى image او فيديو الامج ممكن تبقى grayscale او RGB او binary الفيديو دي عبارة عن sequence of images يعني انت تبقى عبارة عن اكتر من image عشان اتكون فيديو ده الاموت فخلنا مثلا نشوف حاجة زي كده دي ال RGB image اللي هي ال red green blue اللي هي الوان لكن دي ال gray بتكون عبارة عن ثلاثة الوان بس ابدو يصد ورقم فيه في النص ممكن تبقى انت RGB او ممكن تبقى binary احاول ال RGB image بتاعت ال binary binary اللي هي 0 و 1 فانت بتبقى بتبدأ تقوله ان ال range من القيم لما يجي لك range و pixels كل الارقام اللي هي تحس انها غامقة دي اللي هي ال gray او gray غامق او كده دي هتخليها ابيض الحاجات الفتحة انا هتخليها مثلا اسود او العكس فانت بتبدأ تحدد سريشولد معين او قيم معينة هي اللي بتقول عندها ان الحاجات دي هنخليها اسود اه ابيض مثلا والحاجات دي هخليها اسود وهنا في الصورة دي طبعا الهدف من حاجة زي كده ممكن انه ايه highlight الحاجات اللي هي علاقة بالطريق اللي هو الطريق نفسه الكارز وهكذا فدي بس ال image لما تكون RGB او binary الفكرة بقى بتع الكمبيوتر vision ان الكمبيوتر اصلا ما بيشوفش انت لما بتدخله صورة ما بيشوفهاش كصورة بيشوفها عبارة عن بيكسل او ارقام فاحنا اللي انا عايزين نبرجز اكاب بتوين البيكسل والميننج يعني انا عايزة ان انا يخلي الكمبيوتر يقدر يشوف نفس اللي انا شايفه او يقدر يطلع معلومات مفيدة من البيكسل اللي هو شايفها زي ما انا قادر اشوف ال image دي بالظلط فدي what we see لكن دي what's the computers ده الهدف بتع الكمبيوتر vision لو انا عندي صورة طبعا اتفقنا ان الفرق من ال image processing commuter vision بيدخل لي صورة والأوبط صورة لكن الكمبيوتر vision بيدخل لي صورة والأوبط information على الصورة فلو انا عندي صورة زي كده ممكن اطلع حاجات كتير جدا منها ممكن اطلع objects ممكن اقول ان دي sky ودي مثلا ووتر ودي كزا او ان اطلع activities اقول ان في مثلا حاجة ده بي spin او بيدور يعني او بيلف والlocations اقول ان المكان ده يعني عبارة عن مكان موجود فين او ان انا اطلع على spaces او ان انا لو في عندي هنا objects ممكن اقول الصورة دي فين اماكن الفيسس اللي فيها وكذا فان اطلع معلومات، او ان دي مش كفاية دي بس او ان يكون في اكتر من ما يكون هذه المعلومات فان اعرف مثلا وacion او الاساسية لان انا ممكن اطلع عوبط من الكمبيوتر فيجل طيب اللي ممكن تقابلني وانا شغال عشان اطلع معلومة هو اننا مثلا لو عندي اوبجيكت زي كده ببقى عايز اقول ان ده هنا فيه فيس طب واطف ان الفيس ده حصله فيو بوينت يعني هو بدأ يبصلك مثلا الكاميرا ان الكاميرا لما صورت الابجيكت ده صورتها من فوق شوية فهل انا برضو لسه الكمبيوتر يقدر يدكت ان ده فيس طب لو حصل لها روتيشن هيقدر يدكت ان هو لسه خيس فليس ما بيوبوينت فاريشن او تشالنج من ضمن التشالنج اللي ممكن تقابل تاني حاجة لسكيل انت انا قدرت ابص من الصورة دي عرفت ان ده لابتوب هل انا لو جيت سقرت لك الصورة تقدر تعرف برضو ان هو لابتوب وهكذا لو كان برسون او لابتوب هنا الالوميناشن اللي هو الاضاءة لو انا صورت الصورة الصورة اطلقت في اضاءة جيدة هقدر اتعرف على الابجيكت اللي فيها طب لو هي اتصورت في اضاءة مختلفة او خافتة او الدنيا ظلمة شوية هقدر اتعرف برضو طبعا لو انت عملت الالجوريزم يقدر تعرف لك على الابجيكت اللي موجودة في الصورة تضطر ان انت تتوني الالجوريزم بتاعك او انت تزبطه بحيث ان هو يقدر يهند الكيس بتاع الالوميناشن من ان الالجوريزم مش بيشتغل مع كل الكيسز ممكن يشتغل مع الصور دي لكن ما يقدرش يشتغل مع الروتيت الامج وهكذا الديفورميشن ان الابجيكت نفسه ممكن يبقى بصصلك عادي بس الفكرة ان الاجزاء بتاعته نفسها ديفورميشن يعني هو قادر يغير من الكمبولنت بتاعته من شرط الراس فوق الرجل تحت ممكن هو يغير الاكولوجن الاخولوجن دي اللي هو ان انت عندك الابجيكت عادي بس في حاجة قدامه زي مثلا الشخص اللي بيكون لابس نظارة مش هقدر اتعرف عليه لو مش لابس نظارة يعني مثلا لو لابس لو لو شنب او لو ده وكذا فدي الاكولوجن الحاجات العوائق اللي بتقوموا موجودة جوه على الصورة اللي ممكن تخليني ان انا الابجيكت موجود بس انا مش قادر اشوفه برضو الـ Background Clutter إن الـ Object موجود بس هو أنا مش قادر أحدد بدايته ونهايته لإن الخلفية نفسها زيه أنا مش قادر أحدد النمر ده أو الأسد ده أو الحاجة دي أو حتى لو قطتها بدايتها فين ونهيتها فين لإن أنا عندي نفس اللون ده هو نفس اللون بتاع الـ Background برضو الـ Intra Class Variation إن أنا عملت System by Recognizing the Chairs أو الكراسي ولكن أنا ظهر لي ديزاين جديد Innovative شوية للكراسي فأنا مش قادر أعرف إن ده كرسي طب لو ظهر لي حاجة زي كده أو هكذا فإحنا يعني الـ Computer Vision لها challenges كتيرة بتخلي فكرة الـ Accuracy يعني فكرة الـ Accuracy دي موجودة بتخلي الـ Accuracy مش accurate أو بتاع الـ Application وما اترى إن إحنا نتعامل مع كل الكيس دي عشان أقول إن System بتاع Real Time أو إن هو يقدر أي حد يستخدمه الـ Computer Vision بيبقى بيتندرج تحتها نوعين من الـ أنا قلت طبعاً دخلي لوعي من الـ Input اللي هو الـ Image والفيديو ولكن لو هكاتجوريز الـ Input بالطريقة تانية هو إن أنا ممكن يبقى دخلي 2D Input أو 3D فإحنا محتاجين برضو الـ Computer Vision محتاج يهند الكيس دي ويشوف إزاي ممكن يتعامل إلا إلا إختلف لو أنا عندي 2D Image أو 3D Image هتعامل إزاي هنشوف طبعاً إيه الـ Algebra أو إيه الـ Application اللي ممكن بتحتاج مننا الـ Input بتاعي يكون 3D طيب 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 بعد الأحيان الصورة بتاعتي بتبقى زي ما انت شايف RGB بس بس ممكن يبقى عندي معلومة الـ Dips الـ Dips اللي هو العمق بتاع الصورة أو 3D برامطة بتاحها فأنا هنا مثلاً شايفة إن دي تربيزة وشايفة إن الـ Object ده عرفت إن هنا فيه جانب نتيجة إن أنا حاس إن فيه بيكسلز داخل الجوة شوية فهو هنا ممكن يطلع معلومة إن فيه حاجات 3D أو حاجات أقدر جيب الـ Dips بتاعها طبعاً فيه Data 6 مشهورة لحاجة زي كده تقدر الاندار نشتغل عليه فأياً مين بروبلمز بقى أو مين أبليكيشنز اللي موجودة فيه الـ Commuter Vision ولكن في حاجة الـ 2D لو كان الانبوب بتاعي ياملتش فأنا عندي Amity Classification, Object Detection, Symantec وانستنسيجمنتشن واجي اتكشن والهومن بوز استيميشن ولو انت عندك فيديو فأنت عندك Action Recognition, Object Tracking, Group Active Recognition طبعاً الحاجات دي ليست للحاصر فيه حاجات تانية بس احنا بنيدي سامبلز منها لو انت عندك عايز تجيب الـ Application بتاع الـ Computer Vision في حالة الـ 3D ممكن يبقى عندك Stereo Vision, 3D Construction وStructions from Motion وDips Estimation والـ Optical Flow أو Permanent Stitching خاننا ناخد مثلاً الـ 2D Problems واحدة من الحاجات اللي احنا قلنا عليها هنا موجودة الـ Image Classification والـ Object Detection فانا اتكلم عن الـ Object Classification انت عندك صورة بعد تطلع منها معلومة ان ايه اللي موجود في الصورة ممكن مثلاً تقول لي ان اللي موجود في الصورة ده عبارة عن شب ممكن اللي موجود ده عبارة عن موتور معين بتاع موتوسيكل او اي حاجة وممكن الـ Object تبقى فيه اكتر من صورة يعني فلو انت عندك 1000 Class او 1000 Category انا محتاجة تقول لي الصورة دي و ايه و يعني رقم كام من الـ Categories دي وطلع لي طبعاً Accuracy يعني ان هو بنسبة كبيرة هو D-Mite او بنسبة كبيرة هو Chip وهكذا ده معناه ان انا given an image بإدنتفى its major class بقول ان هو الـ Class بتاعي الـ General اكبر مسبة ان يكون Class ايه معين الـ Object Detection هو المفروض الـ Object Detection ده يعني اه حاجة اصعب شوية بحيث ان انت هتقول لي انت عملت الـ Classification للصورة دي ان هي Chip اوكي انا عايزة بقى تحطي لي Contour حوالين اللي تشبه اوكي فانا عندي هنا الـ Pie Scale عملت حواليها Rectangle الـ Dog عملت عليه Rectangle وهكذا اه فلو انا عندي Objects محتاجة ان انت تقول لي طلع لي معلومتين ان الـ Object ده طلع لي حواليه Rectangle ويقول لي هو نوعه ايه و احياناً ساعات بقول ان الـ Accuracy كام ممكن في الـ Object Detection بقول 3 معلومات الـ Rectangle او الـ Bounding Box و الـ Class Name او الـ Label و الـ Precision او الـ Accuracy او الـ Score بتاع الـ Recognition او Detection طيب طبعاً ما عرفنا ان فيه حاجة اسمه Object Localization و يعني فيه Object Classification Object Localization و لما يدينكم مع بعض يدين Object Detection Object Localization ان انا بس بحط بقول نجموك سحوالين الـ Object و الـ Object Classification ان انا بحط بقول Close لما دمت اللي اتنين عملت Object Detection طيب فيه حاجة اسمها Semantic Segmentation و حاجة اسمها Instant Segmentation Semantic Segmentation هو ان انت كل بكسل في الصورة انت بتديها Close كل بكسل في الصورة انت بتديها Close بس انا باجي هنا اقول الصورة دي فيها ايه من الاخر فيها برسم و بايسكل و باكجراوند طبعاً الحاجات البيضة دي باكجراوند والحاجات الصورة دي باكجراوند مش Object بالنسبة فانا بيكون دخلي صورة وبطلع ايه ان كل بكسل الكلاس بتاعها ايه مهم كده؟ طيب ده اسمها Semantic Segmentation طب الانستان Segmentation انت لما جيت لو فرضنا ان انا عندي في Semantic Segmentation عندي قلتلي فيه باكجراوند وفيه برسم ما حددت ليش كل ما حددت ليش البيكسل بتاع كل برسم عاملة ازاي اللي هو يعني discriminative او يعني حددت فصلتهم عن بعض ولا جيت لو انتوهم مثلا فانا لو قلت انستان Segmentation انا بعمل حاجة من الاتنين بعمل حاجة وهي ان انا اولاً ما بقاش مهتمة يعني لو انا عندي برسم وعندي هنا بايسكل في Semantic Segmentation بقول برسم وبايسكل وباكجراوند انا هنا لا بقولك طلع للبيرسوند بس في اي حاجة غير البيرسوند هتبقى باكجراوند سواء كان بايسكل او ايه هو باكجراوند كل حاجة هتبقى باكجراوند بنسبالي فالإنستان Segmentation هو انت بتطلع specific class من اللي جات وبيقوله طلع لي كل البيكسل يعني كانوا بياخد الاوب بتاع Semantic Segmentation وقول لي طلع لي منهم بقى اللي هو برسم بس هتطلع لي حاجة زي كده وبتقوله خلي كل واحد منهم بلون مختلف عشان ايه يبقى انا كده ميزت كل بيكسل البيكسل بتاع كل ايه اوبجيك فكأنك بتعمل F Condition يعني بتعمل F Condition على النقاتك بتاع Semantic Segmentation اللي هو اعمل Semantic Segmentation وانتش اخان ما تطلع ليش هنا مثلا بتطلع لون احمر مثلا واخدر واسود انا بقى بقوله طلع لي اللون باللون الاحمر بس بقوله طلع لي الحاجات اللي هي باللون الاحمر بس طلعها ويساب بقى الاخدر والاسود مالوش دعوة بيه بعدين بقى رح مخلي كل واحد باللون الاحمر رح عمله ايه مخلي له لون مهمني فده Innocence يعني معرفش يعني ميسائي مش حالفه بالعربية يعني بس سامبل يعني او كل قص واحد بس فده الفرق بين Innocence Segmentation و Semantic Segmentation طيب فيه حاجة اسمها Edge Detection مش Object Detection Edge Detection يعني انت بتبقى الج دي يعني اللي هو حافة او حرف بتبقى انت بتقول انا مش مهتم من ايه الوجيك الموجود انا بس عايزك تقول لي الصورة دي الحراف بتاعة الوجيكت سفين ساعات باب انا عايزة عملك او بعد ما عمل كده ممكن بقول له خلاص انا شايف ان الحاجات اللي في الوجيكت اللي موجودة في الريجون دي اللي تظهرها لي بس وحاجات اللي دي مثلا تشيلها بس انا في نظر عن الهدف بس ده الوجيكت ايكشن ان انا مش بهتم بوجيكت معين انا بهتم بان انا اطلع على البوندري او البرتر او الوجيكت بتاع الحاجات اللي موجودة في الصورة فيه Edge Detection وفيه Object Detection طيب من ضمن البروبلمز اللي موجودة عندي ان انا ممكن اعمل حاجة اسمها Human Pose Estimation Human Pose Estimation ان انا يبقى given an image عندي صورة بابدى اقول ان الشخص ده واقف ولا قاعد ولا بيعمل ايه بزرطه يعني واضعيته يعني ده بيفيدني بايه بيفيدني في ان انا ممكن اعمل Hand Pose Estimation وفيه Hand Pose Estimation وان انا ده ممكن برضو ساعدني في الصورة اللانجوج ان انا مجرد معرفة ان الصورة ده تنى او متناش او بتاعي بقى انا عرفت ان هو بيقول كلمة ايه للناس اللي هي عندها اعاقة ان انا بتتكلمش يعني بتقدر ان ايه تحرك ايديها واقدر ان انا اعمل اعرف ايه بتقول ايه من خلال حركة ايديها وعشان اعمل حركة ايديها فانا كده بعمل Hand Pose Estimation انا محتاج اعرف اماكن كل صباع فين الصباع احنا بنبدأ اعرفه بحاجة اسمها Joints او يعني نقط كده عليه كل واحد اتنين تلات اربعة خمسة كل صباع بيتكون من اربعة من خمس جوينس وطبعا في الاخر متوصلين بواحدة يعني ده مثلا اربعة اربعة ودول اربعة ودول اربعة متوصلين ايه واحدة فده Human Pose Estimation دي قبل كيشا ممكن تفيد زي ما احنا قولنا في الصالة اللانجوش ممكن تفيد هنا مثلا لو انت عندك في المجال الميديكال ممكن بتبقى انت عامل كاميرا على مريض وتبقى عايز يشوف هو متقلب على كامبل يميت ولا الشمال ولا ممكن يكون هو ايامن على السرير فانت بتبقى عايز تعرف ايه البوز استميشن بتاعه بعد كده Face Recognition طبعا هو فيه داخل الفيس فيه حاجات كتيرة فيه Face Detection فيه Face Recognition فيه Face Identification فيه Face Authentication الفيس Detection ان انا ابدأ يبقى عندي صورة واقولك ان حوالين طلعلك Bounding Box بقول ان هنا فيه Face ما بقولكش هو Face مين ما بقولكش هو وش مين احمد او محمد او ابراهيم لأ انا بحط Bounding Box بس كده اوكي فده Face Detection Face Recognition ان انا بدي اقولك على فكرة Bounding Box ده بتاع احمد او بتاع محمد او بتاع عمر مثلا اوكي ده Face Recognition Face Identification ان انت بتبقى او بتverify انا دلوقتي التليفون ده بتاع احمد اوكي ودخل واحد على التليفون بالفيس بتاعه فانا بيعايز اقارن اللي دخل باللي موجود بس اوكي فلو انا قارنت اللي داخل باللي موجود فانا بعمل Face Authentication بعمل Face Authentication or Verification بتقارن اللي دخل باللي موجود لكن Face Identification ان انت بتاعمل One to In Matching ان انت عندك حد كأن في اسم الشرطة كده عندك حد وتبدأ ان انت تتقارنه وتشوفه هو مين من دول تعرف عليه من وسط دول اوكي انت ده حد في حد في بلك انت شفته هو مثلا اللي عمل الجريمة هو عندك صورة ليه تبدأ بقى تشوف الصورة دي اقرب لمين في دول اه اقرب لده اوكي ففيه اربح حاجات في الفيس Face Detection Face Recognition Face Identification Face Authentication Face Detection بطلع بقول نيجا بوكس حوالي ده الفيس Face Recognition بعد ما طلعت بقول نيجا بوكس وقول الفيس ده بتاع مين اوكي صورة عادية خالص صورة جماعية مش محتاجة اي authentication ولا اننا استخدمها في حاجة دي صورة صورة بس كده وبقول الفيس ده بتاع مين ده Face Recognition Face Identification ان انت معاك صورة وعايز تكرن الصورة دي بصور كتير عشان تماتش ان دي هي دي ولا لا اوكي وطلع قلنا طبعا فكرة الاسم الشرطة طب الفيس authentication اللي هو التليفون انت عنك صورة حد يدخل عالتليفون وهي عايز تكرنه ان هو ده احمد ولا لا فلو طلع هو احمد خلاص بتقدر طلوج ان على التليفون ده الاسم الشرطة وانساعد بنسميها اوكي طيب واحدة من الابليكيشن الثانية اللي في الكمبيوتر الفيشن اللي هي الكراون دي كاونتنج ان انا عايز اقعد الناس اللي موجودة في الصورة اااا ماعرفش ايه الهدف يعني بس ممكن ان انا عايز اقيس الزحمة عايز اقيس الكسافة ااا اللي مثلا هنا بقول لك الصورة دي فيها 1850 شخص طبعا احنا لو عارفنا لو حبنا نعدهم مش هنيعرف كهيومن يعني فده ايه الكمبيوتر ده ممكن فيه لو انا عملت فكرة الفيس الاول يعني بعكية الجانزة أو الـ Generative Adversial Network إن أنت ممكن لو أنا عندي يموت زي شنطة ممكن الأوجب بتاعي يكون إن أنا أعدل على الشنطة دي في التزاين بتاعها وهكذا ممكن مثلاً يبقى عندي Face Aging إن أنا عندي شخص من سنه دلوقتي عنده من 1 لـ 18 سنة ممكن إن أنا بـ Generative Adversial Network إن أنا بـ Generate versions من الصورة دي بحيث إنه يقول لي اختلافه في الأعوار يبقى عمل إزاي مثلاً عند 29 سنة بقى عمل إزاي عند 40 عند 50 عند 60 وكذا وطبعاً وكذا بالنسبة للصورة دي هنا لو أنت عايز تعمل يعني عايز تحط تحط الصورة دي على الصورة دي يعني طبعاً ممكن يبقى دي بتدي زي حاجة نظام History كده يعني إن أنت عايز تقول إن أنت تعملها كأنيميشن عايز تعملها كحاجة في زمن معين الشخص ده موجود عادي أنت عايز تخليله خلفية اللي هو خلفية في زمن معين في بقى الشخص ده وقف حرفياً في الزمن ده وهكذا بتحاول تغير ملامحه هو كمان بحيث يتلاقى مع ألوان الباكجراند اللي هو أن أنت مثلاً ممكن تقول لو سمحت شنرات بيرد ويس جرين اللي هو يعني إن البرد دي يكون حوالي خلفية خضرة والبيك بتاعه شورت في عمل لك جنريشل لحاجة زي كده يعني ممكن تدخل له صورة طلع لك صورة ممكن تدخل له تاكست طلع لك صورة ممكن تدخل له صورة وطلع لك صور دي الجنز يعني طبعاً أكيد في فكرة علمية حوالي الجنز يعني ولكن إحنا نتكلم دلوقتي على الكمبيوتر بيجا ممكن نبقى نيجي نشرحها هي بالتفصيل في الفيديو لاحق الواحدة يعني طيب من دون الحالي الثانية اللي هي الامage captioning الامage captioning اللي هو العكس بقى أنت عندك هنا في الجنز عندي تيكست جبت منه صورة أنا هنا عنده صورة جب منها تيكست دي بنسمى image captioning اللي هو إيه بقى بجبن ان image بجنري تيكش والدسكريبشن يعني ببدأ أقول الصورة دي يعني الصورة دي بعملها توصيف دي حاجة كويسة طبعاً انداخل فيها بقى classification وداخل فيها اللي بيه natural language processing وداخل فيها كتير فدي حاجة طبعاً field كويس يعني أو application قيمة في الكمبيوتر vision طيب عندي بقى كده visual question answering visual question answering اللي هو احنا بقى خلاص عرفنا ندخل اللي بيه والتكست والحجات دي فخلنا ندي مثال أو نعمل application جديدة وهي اللي هي given an image وسؤال answer it يعني أنا مثلا who is wearing glasses المان ولا الومن فأنا هقول لك هنا المان وأن هنا هتقول لي الومن صح كده فأنا بسأل سؤال يعني معايا صورة وسؤال بديك بديك جابتين يعني إما من ولا مان تقول لي من أو مان أو أن أنا ما بديكش حاجة خلاص وانت بقى بينك نفسك بتطلع classes وت detect اسمها الجلاس موجودة فين وتقول إن هي الجلاس موجودة على المان يبقى إي الإجابة السؤال بتاعك إن هو مان وهكذا where is the child setting التفل دلوقتي قاعد فين قاعد في على الفريتش أو يعني على حد شايله وكذا فطبعا داخل فيها NLB وداخل فيها classification طبعا وداخل فيها object detection visual relation detection visual relation detection أنا أعتقد فيها داخل فيها اللي هي الحتة دي برضو اللي هو man in black is playing guitar يعني هي اللي هي image captioning بس ما فيش مشكلة أنت بتبدأ تقول إن أنت معك صورة وتقول إن الصورة دي فيها person ride bike إن أنت عندك person وعندك bike هو بيعمل إيه بيريد it يعني فيه علاقة بين الإيه العلاقة بين الأوبجيكس اللي موجودة better generalization for other toxic as image captioning هي يعتبر هي generalization للي هي لذب أنا قلت generalization لل visual question answering والimage captioning طيب بعد كده في image in painting يعني إن أنا يعني عندي object وعندي background ممكن أحدد بيكسلز معينة وعمل لها remove من الصورة وبعدين أرسم الصورة بعد ما الobject ده الشيء اللي هو زياني اللي بنعمله بال 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 بالفوتوشوب طيب ف given an image and bounding books of the object أنا عندي image وعندي وممكن من given أو أن أطلع لوحد وعندي بقوله إيه هو الobject أنا عايز أشيله فبيبدأ بقى الأوبد إن هو يشيل الصورة ويحط بدلها مكان البكسلز دي من إيه كامل objects طيب remove the object and replace it replace with background وuse for an application زي الفوتوشوب والفيلم making و removing someone from your photos لو أنت مثلا جد تصور وحد معدي طبعا الحد ده ممكن يكون حد أنت مش مهتم بيه أو حد ممكن حاجة مش كويسة أنت حط في الصورة بطرر أنت تremove specific person content based image retrieval content based image retrieval أنت ممكن يبقى عندك images كتيرة وتقوله طلع لي كل الصور اللي فيها كاية مثلا أطلع لك حاجات زي كتا وعندك كاية كاية مثلا ممكن تقوله طلع لي كل الصور اللي فيها اللي هو flower طلع لك كل الصور اللي فيها flower وهكذا content based image retrieval يعني بيبقى عندك صور وتختار images اللي فيها clash معين أو حتى ممكن ما يبقاش اسمها flower اللي هي yellow flower عايز الصور اللي فيها ورد أصفر فطلع لك دي بس ويسيب لك كل الصور فطبعا دي دا فيلد طايم يعني بعد كده بقى لو احنا الامبو بتاعنا فيديو وحنا لسه في 2D لو الامبو بتاعنا فيديو فهنا ممكن نعمل حاجة اسمها action recognition action recognition هو يعتبر بيسميها video version of image classification انت عندك فيديو بتclassify الفيديو ده في ايه انت كان عندك صورة بتقولي ان الصورة دي فيها chip او فيها مثلا اي حاجة فيها object معين فبتعمل image classification لو انت عندك فيديو بتقول الobject ده فيه ايه الفيديو ده قصدي فيه ايه فالفيديو ده فيه حد بيجري عميني فمثلا sequence of simple steps تبدأ ان انت تشوف الobject والjoins بتاعته والبوز بتاعه وكذا وبعد كده في الصورة اللي بعدها كان بيعمل نفس الحاجة يبقى هو بيجري يعني هو دلوقتي مثلا على وضعية الجاري هو كده مش بيجري بس لو احنا فيديو او في اكتر من صورة والحاجة دي البوز ده اتغير على اكتر من صورة اقدر اقول ان هو دلوقتي ايه running بعد كده action localization action localization the video version of object localization action localization اي اي تقول لي مثلا انت بتقول running انهي حتة بقى في الصورة اللي running انت كده قلت على الصورة دي كلها running هل background بتجري برضو ولا اصدك على الشخص نفس ولا اي فانا عايز اقول ان الشخص ده هو اللي بيجري اي action localization او ان انا اعمل bounding box حوالين الشخص نفسه اللي انا بديله target انه بيرن اي 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 طيب في object tracking tracking ان انت عرفت ان في person هنا بتفضل بقى يعني عامل bounding box معاه طول الفيديو طول الفيديو اوكي فده بتtrack the object on its appearance ما بقولش انا ما بقولش هو بيعمل اي ما بقولش هو بيجري ولا بيي بيباص الكورة ولا بيعمل اي انا بقول بس ان في bounding box حوالين object عامل اي يجري خلال الفيديو طيب في مقى group activity recognition group activity recognition كل ك object tracking ك action recognition انت بتبدأ تقول ان إيه اللي بيحصل في الصورة؟ ده walking running كذا 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 الـ average بقى بتاع كل الـ group activity الـ average بتاعهم ده walking 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 واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة واثنين standing يبقى الميجور اكشن ايه؟ walking تعلميني فـ group activity عشان اجيب الـ activity بتاع الـ group أو الـ action بتاع الـ group بأخذ الـ average يعني طيب لو أنا مثلا عندي حاجة زي كده ممكن اعمل حاجة اسمها key action يعني ايه؟ كلهم بيعملوا نفس الحركة بس في حركة معينة عايزة اقول ان هي دي الـ الـ hook بتاع الـ كلهم هو فيه كلهم بيتحركوا بس كلهم مثلا مالهمشي نفس الهمية بتاع الـ spiking انه هو هيبدأ يحدث الكور فدي اللي هي الـ key action أو الـ frame أو الـ action اللي هو الـ hook دلوقتي أو اللي شغل دلوقتي أو اللي هو بيتحرك اسرع أو مهم دلوقتي person re-identification لو فيه شخص بيتشال من الصورة ورجع تاني ابدأ اقولك ان هو ان الشخص ده هو اللي كان موجود في الـ frame يعني مثلا لو عندي frame كان فيه object وبعدين مبقاش موجود وبعدين بقى موجود وبعدين بقى موجود ابدأ اقولك ان هو كان مفرود يكون موجود هنا أو ان الـ object ده كان موجود في الفيديو اللابي أو في الـ image اللابي طبعا يعني ده فيلد اللي هو وان شخص موجود في الفيديو اللابي طبعا ده اعقد شوية ان انت شايف حد بيهد في الكرة من كريم فهل هأتقع في أ الكرة وكذا كان هناك حد بليع ردي انه يتكون جاهزي على تو animales فيه الآخر هأتقع من خطاء فكرة ما سviolent مربعا يأتي براه ما سوف ي besonders في ال 10 رسم طيب في الساعات وانت شغال في الكمبيوتر فيشن محتاج تعمل حاجات زي كده او محتاج تعرف وتحتاج تعرف ان في حاجة اسمها ملتي تاسكينج وتحتاج تعرف مثلا ان في حاجة اسمها التنشن والاكتف ليرننج دي حاجات ممكن تطلب تعلمها عشان تبدأ تشتغل كويس في اي عملية من ناشتغل طيب اي عملية امي بتاعك 3D اذا انت محتاج تعمل حاجات معينة بس هو السؤال ايه الاختلاب بين 2D و3D الا الاختلاب بين Dips اللي هو ان انت تبدأ ان تحس ان الشخص كأنه تقدر تلمسه كده مش حاجة فلات زي مثلا تلاقي كارتون 2D ثموجير و تلاقي كارتون تاني 3D اللي هو وتظهر يعني عندنا مثلا لوه بكار يعني ممكن تلاقي بكار 2D وبكار 3D فهو هكذا فالدبس بتاع الأوبجيكت ممكن هو ده اللي بيكون معلومة اللي بتفيدني ان انا كنت عارفت خلص ان السورة ده قدت 3D طيب فانا بحتاج ان انا اكريت حاجة اسمها مش مش او شكل للأوبجيكت ك3D وحط ده على داية دين ده يعني انا عندي الابجيكت هو 2D بروح حطه بروح المعلومة دي بضيف فيها معلومة 3D فلما حط ده على داية دين ده طيب ايه هي الابليكيشنز اللي ممكن تبقى موجودة في 3D اولا انت محتاج تتعامل مع حاجة اسمها كاميرا موديل كاميرا ميتريكس ومحتاج تتعامل مع تعرف حاجة اسمها وابتكال فلو يعني فلا ديه واحدة طيب ايه هي الابليكيشنز عندك مثلا ومحتاج برضو تعرف 3D بوينت كلاودز ان انت ممكن تريد تبدأ تعبر عن الابليكت ك3D تعرف حاجة اسمها سرى كاميرا سريريو فيجين طيب 3D Reconstruction أن انا بعمل ايه عندي حد مثلا بصور الـ object ده يعني بيجي هو هنا كده كده بيجي تصورها كفيديو من كل الجهات الفيديو ده وان عباره عن images ببدأ ان انا بعمل Reconstruction يعني ببدأ اكون من الـ object 3D اوكي فدي معنى الـ object reconstruction او ان انا ممكن اصور الـ object بس كده هو كصورة دي يعني صورة واحدة بس واديني كده او اكون انا منها 3D image 3D Reconstruction هتلاقي اللي هي مش عارفش هلها يلا مشوش كده Dips Estimation اللي هو كتت موجودة برضو في الـ 2D ان انت مخرب عندك object تبدأ ان انت تعمل بـ algorithm ومعاين تبدأ تعرف ان الحاجة دي فيها 3D مش مجرد حاجة فلاد كده دي حاجة فلاد عادي ما لقاش عمك دي حاجة لها عمك دي حاجة لها عمك او ابعاد وكذا فيبدا يحدد لك فن الاماكن بتاعة الحاجات اللي هي اديبس فندراماusic Lead Shins فتاكينج دي عاملة زي مش عرفة بالتودي اسمها ايه تقريبا السين ان انا ممكن يبقى عندي اوه سفر الفوتوس عندي صور كتيرة لالوبجيكت معين بابدأ احط الصور دي كل لاجم ببعض عشان اتكون فيديو عشان اتكون فيديو اوكي فتاكينج سفر الفوتوس بيكوني في الاخر صورة كبيرة بيسمها باندوراما ستيتشنج على حسب انت داخلك صور وعايز تكون في الاخر صور او داخلك صور وعايز تكون فيديو برضو حاجة اه طريقا كان فيه تطبيق للمسجد النبوي ان انت ممكن تزوم ان على حتة معينة يروح داخلك ويروح مورها لك كفيديو يعني انت بت مش بتشوف صورة انت بتشوف حاجة كأنها فيديو اه لكذا حاجة جنب بعض يعني كأنك دخلت كذا قوضة وبيبدأ يجمعلك الاقواط دي جنب بعض في فيو واحد اوكي الاوبتيكال فلو دي برضو حاجة ممكن معلومة ممكن تفيد او دي ابليكيشن يعني بتفيد في بعض المجالات ان انت given an image تبدأ تقول لي الوبجيكتس اللي في الصورة دي ماشي في اني اتجاه تقول العربية دي مثلا ماشي القدام او راح عاملك ايه ان الاسهم دي كده ماشي في الاتجاه ده فجيب انتو كونسيكتوف فريمز فايند دي سبلسي منت فيكتور شويند الموفمينت وويند في فيرسي فريمتو سكيند يعني ممكن يبقى عندي اتنين طبعا احنا اصلا في مجال الفيديو دلوقتي عندك اتنين فريم على اقل اتنين فريم وابدأ اقولك ان الحركة حصلت في آن اتجاه الصورة دي كانت هنا بتاع العربية دي كانت هنا وبعدين بقت هنا فالصورة مشت في اتجاه الأمام مثلا وكذا ممكن نعمل ممكن لو ده حد معاكم مثلا ببقى عايزة أعرف هو وضعيته ايه ممكن هو يعني لو عنده برالسيس ما بيقدرش يحرك دي ولا حاجة فبيتعامل بالهد بتاعته فقدر أعرف الهد بتاعته يعني يمين شمال ولو هو أصلا مش بيحركها الهدف ممكن هو يكون مقمع عليا ممكن يكون نايم بقى عايزة أعرف الهد بتاعته بوز بتاعتها عاملة ازاي بعرفها ازاي لازم أعرف الترانسيلشن والروتشن بتاع الهد بعرف هي مكانها فيه والروتشن بتاعتها ايه فقط هي لو عملت الهند بوز استيميشن بس يكون اللي دخلك فيديو زي الهند بوز استيميشن فيه 2D بس هنا بيكون اللي دخلك فيديو طيب دي كانت يعني سامبل كده من الابليكيشنز اللي موجودة في الكمبيوتر فيجن في حاجات 2D وحاجات 3D في حاجة بتعتمد على الامج وحاجة بتعتمد على الفيديو محتاج تكون عندك باكراوند كويسة في الامج بروسيسنج عندك باكراوند كويسة في المشيل ليرننج وتبدأ بقى تمطالب طبعا اكيد في البروجرامنج فالثلاث حاجات دول قبل ما تبدأ الكمبيوتر فيجن محتاج image processing ومشيل ليرننج وبروجرامنج عشان تبدأ تشتغل في اي حاجة بس دي كانت المحاضرة التانية ويحب طبعا احنا نتقابل اديني تبقى واضح يعني ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد